في الآوينة الأخيرة وفي مناسبات متعددة مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة أعربت الدول العربية مرارا وتكرارا عن دعمها للسياسة الصين في شنجيان وفي المؤتمر الصحفي الخاص الحادي والثمانين لمنطقة الشنجيان الويغورية ذاتية الحكم قال شيغويشان المتحدث باسم الحكومة الشعبية لمنطقة الشنجيان الويغورية ذاتية الحكم إن هذا يعكس تماما دعم المجتمع الدولي للصين وإن الصين تحترم وتقدر الإجراءات العادلة التي اتخذتها تلك الدول في السنوات الأخيرة دعمت أكثر من مئة دولة في العالم بما في ذلك الدول العربية مرارا وتكرارا سياسة الصين في شنجيان وعارضت التدخل في الشؤول الداخلية للصين بحجة القضايا المتعلقة بشنجيان في المناسبات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص في الدورة الحادي والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر من هذا العام عرض معظم أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وخاصة العدد الكبير من البلدان النامية بشدة مشروع القرار المتعلق بشنجيان الذي قدمته الولايات المتحدة ودول أخرى والذي عكس بشكل كامل دعم المجتمع الدولي للصين وتقدر الصين الأعمال العادلة للبلدان المعنية موسيقى